من القاهرة ينضم إلينا رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية دكتور سمير غطاس أهلا بك معنا على شاشة الحدث هل إسرائيل جادة هذه المرة في المفاوضات؟ هل يمكن أصلا لهذه المفاوضات أن تحظى بفرصة أكبر من سابقاتها في ظل الحديث عن صفقة أصغر هذه المرة؟ يعني جدية إسرائيل وفقا لكل الجولات السابقة لم تكن جادة وفي هذه المرة أيضا تعتقد القيادة الإسرائيلية أن لديها موقع أفضل الآن للتفاوض بعد مقتل السنوار وتآكل القدرات العسكرية لحماس وهذا أمر طبيعي بعد سنة من القتال المخزون من الأسلحة بما فيها الصواريخ وهنا يجب أن نقول أن مقتل السنوار لم تستخدم حماس في هذه المرة خلافا لكل المرات السابقة الصواريخ لتعبر عن رفضها أو احتجاجها على مقتل قائدها في غزة ورئيس المكتب السياسي الذي تم اختياره وبالتالي إسرائيل تعتقد أن لديها فرصة لتفرض شروط أفضل في هذه المفاوضات لكن السؤال حول ما إذا كانت هذه المفاوضات ستصفر عن اتفاق أو لا أيضا الولايات المتحدة تقول أن الظروف باتت أفضل من النحية العملية كان هناك بالأمس في القاهرة استقبلت القاهرة وفدين وفد برئاسة الرئيس المساد الإسرائيلي برنيع وفد برئاسة خليل الحياة الذي كان هو الرجل المؤهل للتفاوض واستقناف المفاوضات مع الجانب المصري وبالطبع مع الجانب القطري لاستقناف هذه المفاوضات وصول ويليام بيرنز أو الوفد الأمريكي إلى الدوحة وإرسال رئيس المساد ووصول الوفد المصري أيضا إلى الدوحة يعني أننا تحركنا خطوة للأمام لا يوجد أي ضمانة إلى أن هذه الخطوة سوف تنتهي إلى نتائج لأنه عشنا مرات عديدة مثل هذا السيناريو الذي لم يصفر في النهاية عن شيء لكن في كل مرة كان هناك يحيى السنوار في المعادلة الآن تقول واشنطن أن الأرضية باتت مهيئة بعد اغتيال يحيى السنوار وبالتالي ما العراقيل التي يمكن أن تختراها إسرائيل هذه المرة هذه المرة ليست إسرائيل لأن حماس كانت بعبر التفاوض تنقل نتائج المفاوضات إلى السنوار وهو الذي كان يقرر ما إذا كان سيفرج عن الرهائن أو لا يفرج عن الرهائن وفقا للشروط المعنية غياب السنوار يعني أنه الآن الموجود في قطاع غزة هو محمد السنوار شقيق يحيى السنوار ربما يكون عسكريا أقوى بكثير من يحيى السنوار لأنه تاريخيا هو قائد لواء خان يونس لكن سياسيا هو أقل قدرة على مقاومة اتجاه إذا تم التواصل إلى التفاق أو توافق ما بين قيادة الخماسية لحماس في قطر فإنه قد يكون أقل قدرة على لكن أيضا سوف يسأل عن مصيره الشخصي ومصير من تبقى من القيادة لذلك أعتقد أن المفاوضات ستتضمن أيضا بند وفقا لبعض التقارير تقول أنه يجب أن تتضمن بند يقول ما هو مصير ما تبقى من قيادات حماس العسكرية بالتالي هذا الأمر أمر يعني مطروح بجدية لكن أيضا علينا أن نقول طب ولكن دكتور سمير دكتور سمير فيما يتعلق بهذه التحركات من ناحية التوقيت لماذا الآن أصلا هذه التحركات خاصة أنه يتم الحديث عن صفقة صغيرة صغيرة يعني عدد قليل جدا من الأسرة يتم تبادلهم أيام قليلة للغاية لوقف إطلاق النار هل تبحث الولايات المتحدة الأمريكية عن أي مشهد يمكن أن تقترب به إلى الخامس من نوفمبر موعد الانتخابات هل هذا هو سبب عودة المفاوضات باعتقادك هذا أمر مهم للغاية إدارة بايدن بالتأكيد تحاول أن تحصل على هذه الصفقة لتحرير الرهائن الأمريكيين مما يعزز إمكانية نجاح من مرشحة الحزب الديمقراطي وهنا السؤال هل من مصلحة نتنياهو أن ينهي هذه المفاوضات ويحرز أو يعطي يمنح الحزب الديمقراطي أوراق إضافية تعزز مكانة المرشحة الأمريكية من الحزب الديمقراطي في مواجهة ترامب أم أنه سيؤجل الأمر إلى ترامب ليهدي ترامب هذه الصفقة هذا سؤال مهم للغاية خاصة أن نحن نعرف أن ترامب على صلة وتم الكشف عن اتصالات مباشرة ما بين نتنياهو ما بين ترامب من جهة أخرى هناك عامل عاملين مهمين دخل على الخط العامل الأول هو انتظار الضرب على إيران وهناك جناح في حماسي أعتقد أنه ننتظر نتريس قليلا في إتمام هذه الصفقة حتى نرى ما ستصفر عنه ضرب الإسرائيلية ورد الفعل الإيراني وهنا تقارير إسرائيلية تقول أن هناك ضغط على القيادة القطرية حتى تعزل الجناح أو الطيار الإيراني الذي يمكن أن يبدي تشددا أكبر بانتظار النتائج من جهة أخرى موسى أبو مرزوخ فتح خط مع روسيا الاتحادية وقال أنه سيعد الروس بأنهم يمكن أن يتم الإفراج عن رهائنهم الموجودين بحوزة الجهاد الإسلام بحوزة حماس ولذلك أوفد بوتين وفدا إسرائيليا إلى وفدا روسيا إلى إسرائيل ليطرح عليها وجهة النظر التي نقلها موسى أبو مرزوخ إلى أي حد مبادرة أو أفكار موسى أبو مرزوخ تتوافق مع المبادرة المصرية ومع قيادة حماس الخماسية كل هذه مسائل تقول أنه قد نحتاج إلى وقت طويل حتى يتم إحراز هذه الصفقة خاصة إذا كانت صفقة صغيرة فإن الأمور يمكن أن تسير أفضل إذا ما كانت الشروط العامة انسحاب كامل إطلاق كل الرعاين إلى آخر كل هذا يحدث سيتم مناقشاته سواء في القاهرة أو الدوحة ولكن ما الذي يحدث في شمال قطاع غزة وزير الخارجية الأردنية يقول ما يحدث في غزة هو تطهير عرقي بالكامل صحيح بالكامل هذا تطبيق فز وتطبيق إجرامي لما يسمى بخطة الجنرالات سبقة وانشرحنا خطة الجنرالات التي طرحت في أول الشهر الماضي هذا تطهير بالكامل للمنطقة لأن إسرائيل معنية أن تكون المنطقة المحازية لما يسمى بغلاف قطاع غزة لا يوجد بها على الأقل عدد كبير من السكان هي تريد أن تقيم بفرزون منطقة عازلة سوف تجلي وهي بصدد إجلاء كل المواطنين القائل قبض على العدد كبير من كوادر حماس الذين كانوا يتموضعون في هذه المنطقة وهناك إشعاعات أنه حتى عز الدين الحداد قائد منطقة غزة كان موجودا لكن لم يتأكد بعد ما إذا كان موجودا وقتلا أو ما يزال على قيد الحياة لكن إسرائيل معنية بالكامل عبر عمليات لم يشهد لها ربما تاريخ الحديث مثيلا إجلاء بالكامل وخصف شديد تدمير بالكامل مستشفيات حياة إلى آخره لتقيم منطقة عازلة بالكامل ثم تنتقل إلى أماكن أخرى هنا الطلب من حماس إدراج هذه المسألة داخل المفاوضات تأتي وكأن الأمر قد انتهى لا يوجد ما تفاوض عليه في الشمال لأنه بالفعل تم إخراج عشرات وربما مئات الألاف من الشمال من جبلية ومن بيت لاهية بيت حنون أصلا تم إخراج الناس منه وبالتالي الشمال لم يعد ورقة أساسية للتفاوض حولها شكرا جزيلا رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية دكتور سامير غطاس كنت معنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا ذلك إلى الممات المتكبوف للتواجد شكرا도 ذلك شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة